وكتب الأخ غرم الخسعني قائلا الرافضة يكررون ويعيدون ويزيدون بأن يزيد بن معاوية هو من قتل الحسين بن علي رضي الله عنه ولكن هل هذه المعلومة صحيحة؟ الحقيقة التاريخية أن الرافضة الذين دعوا أنهم شيعته في ذلك الوقت وهم شيعة الكوفة تحديدا هم الذين دعوه وغدروا به وإليكم المصادر من كتب الرافضة أنفسهم ويعتي بمصادر عديدة فكتبوا إليه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو يسمي مثلا هؤلاء الصحابة والتابعين برافضة ولا يحدد معنى كلمة الرافضة ومتى خرجت ومتى أطلقت وهل كان الشيعة في ذلك اليوم يسمون بالرافضة أو لا يطلق على أهل الكوفة أنهم رافضت يعني رؤية مسبقة فكتبوا إليه بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن علي عليهم السلام من سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجيبة ورفاعة بن شداد البجلي وحبيب بن مظاهر الأسدي وشيعته المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة سلام عليك فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فالحمد لله الذي قسم عدوك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الأمة فابتزها أمرها لاحظوا الكلمات هذه طبعا يمر عليها مرورة الكرام ولا يتوقف عندها الأخ غرم وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها ثم قتل خيارها يقصد المعاوية طبعا هنا واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها فبعدا له كما بعد الثمود إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والنعمال بن بشير والي يزيد يعني في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله هذه الرسالة يريدها الأخ غرم على أنها أهلكوف هم الذين دعوا الحسين نفس أسماء الذين كتبوا له هم نفسهم الذين كتلوه وقد ذكر ذلك الحسين بن علي فقد ذكر بأنه لو لا رسائلهم لما قدم إلى الأراق وقال خذلنا شيعتنا طبعا هنا الأخ غرم يخلط بين الشيعة هذه الأيام كلمة عامة تعني الأنصار أو التابعين أو المحبين جماهير أهل الكوفة عشرين ألف واحد كتبوا رسائل الإمام الحسين تعال انت أقدم إلينا وفيهم المخلص وفيهم الصادق وفيهم الكاذب وفيهم الانتهازي وفيهم المنافق والذين كتبوا هؤلاء الأسماء الذين ذكرهم لم يخلوا الحسين ولم يخذلوه وإنما ناصروه في كربلاء وقتلوا معه سواء قبل مجيئه أو بعد مجيئه أو قاموا بثورة التوابين بعد ذلك هو يخلط يقول هؤلاء هم الذين كتبوه هم الذين خذلوا هذا غير صحيح طبعا الذين نادى بأسمائهم على الملأ هم غير هؤلاء وفوق كل هذا يتابع الأخ غرم قائلا وفوق كل هذا تجد بأن الروافض يكررون ليلة نهار بأن يزيد هو من قتل الحسين رغم أن كتبهم تبرأ يزيد وتكرر بأنه أقسم أنه لم يأمر بذلك أنا لا أريد يتابع الأخ غرم أنا لا أريد أن أتهم أحدا ولا أبرأ أحدا وليس علي حسابهم ولن يسألني ربي عنهم يوم القيامة سيسألني ربي إذا اتهمت إنسانا ليس له ذنب بريء وحرضت على الفتنة بين المسلمين واتهمت أناسا بذنب لم يقترفوه ولا تقفو ما ليس لك به علم إن سمع والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولة طبعا نقصد يزيد ويقول أنا لا أتهم أحد ولا يبرأ أحد ولكنه يحاول تبرئة يزيد فأجبته بما يلي أخي العزيز غرم أرجو أن تحافظ أولا على جو الحوار الهادئ بيننا فلا تصف من يقول بأن يزيد قتل الحسين بأنه رافضي أو أنه الذين قتلوهم رافضا وتحصر ذلك بالروافض ومع أننا لا نريد هنا أن نبحث القضية من ناحية تاريخية ومع أننا لا نريد هنا أن نبحث القضية من ناحية تاريخية بقدر ما كنا نريد أن نأخذ العبرة منها فمن الأفضل لك أن تنظر إلى القضية نظرة عامة ولا تتوقف عند بعض القضايا الجزئية وكما تعلم فقد كتب إلى الإمام الحسين من أهل الكوفة أكثر من 20 ألف شخص يدعوه إلى القدوم عليهم ويخبروه بأن ليس عليهم إمام بعد وفاة معاوية وكما في أي حركة اجتماعية أو ثورية يندس فيها المخلص والانتهازي والمنافق فقد كان من بين من كتب للإمام الحسين بعض المنافقين والانتهازيين الذين أرادوا أن يحتلوا مكانة معينة في النظام السياسي الجديد نظام الإمام الحسين يعني لو انتصر وعندما رأوا المعادلة انقلبت لصالح نظام يزيد انقلبوا على الحسين وهؤلاء هم الذين خاطبهم الحسين في كربلاء بأنهم الذين كتبوا إليه في حين بقي على الوفاء له كثير من شيعته المخلصين كحبيب بن مظاهر الأسد الذي قتل بين يديه وهاني بن عروة الذي قتل قبيل مجيئه مع مصد بن عقيل واختفى آخرون كسليمان بن السرد الخزاعي هرب من السلطة يعني الذي قاد فيما بعد حركة التوابين وانتقم من قتلة الحسين ولذا لا يجوز النظر إلى كل من أطلق عليهم كلمة شيعة بالمعنى الوراثي الثابت هي صفة متحركة اليوم يكون شيعة يزيد بكرة يكون شيعة الحسين كما كان الحر بن يزيد الرياحي الذي انضم إلى الحسين في يوم كربلاء في يوم عاشوراء وهناك من ينقلب من شيعة الحسين إلى شيعة يزيد وإنما لا بد من النظر إليهم كأنصار فيهم الصادق وفيهم الكاذب وفيهم الانتهازي والمنافق كما يوجد كذلك في أي حركة اجتماعية وبالتالي لا يجوز أن نقول أن شيعة الحسين هم الذين قتلوه لأن القتل كان بأمر سلطات يزيد صحيح أن يزيد كان في الشام ولم يقم بنفسه بقتل حسين بيده ولكن واليه في الكوفر وجيشه هو الذي قام بذلك من أجل فرض سلطته على ناس في العراق ولم يقم يزيد بالأتراف بحق الأمة في اختيار إمامها كما لم يحاسب ولاته المجرمين على فعلتهم ولم يعزلهم وهذا ما يدل على أن تظاهره بالندم وتبرؤه من قتل الحسين كان إعلاميا وكاذبا وتحت الضغط الجماهيري الذي استنكر قتل حسين حتى من أهل الشام وإنما يؤكد ذلك أيضا هو قيامه بمهاجمة المدينة المنورة الثائرة في العام التالي وقتل عشرة آلاف من الصحابة والتابعين في واقعة الحرة المشهورة وأخذ البيعة منهم كعبيد وخول ثم قيامه في سنة الثالثة بمهاجمة الكعبة الشريفة ومكة المكرمة وحرق الكعبة وضربها بالمنجنيق وكل هذه أمور تفصيلية جزئية بالنسبة إلى الجريمة الكبرى التي تتمثل في الاستيلاء على السلطة بالوراثة والقوة وتحويل النظام السياسي الإسلامي من الشورى إلى الكسروية والقيصرية ترجمة نانسي قنقر